بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد كثير من الرسائل تبعث حول هذه القضية التي يجب أن نجعل لها انتهاء وكلمة الفصل في مسألة بأن البعض يقول لدي معاصي ولدي سيئات فكيف أدعو الله عز وجل أنا لا أتوقع بأن الله يستجيب لي ولدي ما لدي من الكبائر أنا لا أتوقع بأن الله ينظر إلي على ما فعلت وارتكبت من الأخطاء من التقصير بحق الله عز وجل فيعيش حالة القنوط ويقول أنا غير متوقع بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لي فضلا من أن ينظر إلي هذه الثقافة مع الأسف الثقافة التي زرعها البعض في كثير من قلوب الناس جعلوا الناس لا يتوجهون إلى الله عز وجل وكأن الله سبحانه وتعالى فقط للمؤمنين مع أن الله سبحانه وتعالى هو رب الجميع رب المؤمنين ورب العاصين رب الشاكرين ورب الكافرين الله سبحانه وتعالى يرزق من عرفه ومن لم يعرفه يرزق من سأله ومن لم يسأله تحننا وجودا وكرما لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يستجيب فقط للمؤمنين لم استجاب إلا لمحمد وآل محمد لم استجاب إلا فقط للأنبياء والأوصياء هؤلاء هم قمة الإيمان وهم الإيمان الحقيقي ما عدا ذلك من مننا لم يقصر بحق الله حتى هؤلاء الذين يدعون بأنهم يملكون من الإيمان ما يملكون هؤلاء أيضا لا يستحقون الإجابة لما لديهم من تقصير يعني الله سبحانه وتعالى نعم لا استجاب لمراجعنا العظام لأن هؤلاء لا ينالون هذه الدرجة إلا ببركة الإمام الحج عليه السلام لا ينالون هذا المقام إلا بتوفيق من الله عز وجل ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم فلو كانت دعاء فقط واستجابت الدعاء مقتصرة فقط على المؤمنين لم استجاب الله سبحانه وتعالى لأحد أبدا فقط يستجيب للأنبياء والأوصياء وكذلك لورثة الأنبياء وعلماء أمة محمد وهم العلماء من المراجع الدين العظام العاملين ما عدا ذلك لا يستحقون شيئا ما عدا ذلك لأنه يعني رجاء نستمع رجاء نستمعي رجاء أن أقبل أياديكم جميعا جاء في الحديث جاء في الحديث الشريف لأقرأ لكم المصدر ميزان الحكمة للمحقق الكبير محمد الريشهري الشيخ محمد الريشهري في الجزء الثالث الصفحة سبعمية تسعة وسبعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله الفاجر الراجي لرحمة الله تعالى أقرب إلى الله عز وجل من العابد المقنط القانط من رحمة الله عز وجل إنسان فاجر لديه سيئات لديه معاصي ولكن يقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمني في يومنا الأيام أسأل الله عز وجل أن يغفر لي أن يحسن من أخلاقي هذا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من العابد القانط من رحمة الله عز وجل يقول مهما أفعل فإناء إلى النار مهما أفعل فمن المستحيل أن ينظر الله إلي أنا المقصر وأنا المفرط وأنا وأنا طبعا نحن مقصرين طبعا نحن مفرطين كل ابن آدم خطاء ألا إن خير الخطائين التوابون والمستغفرون من قال بأنك باستثناء من هذه القاعدة الكل تحت هذه القاعدة كل ابن آدم خطاء ألا إن خير الخطائين التوابون والمستغفرون الله عز وجل أعلن ذلك صراحة لبني آدم لم يجعل من العصمة إلا في الأنبياء والأوصياء وكذلك مراجع الدين العظام لما يحملون من إمكانيات وقدرات وتوفيقات إلهية خاصة أما ما عدا ذلك فنحن كلنا نخطأ وكلنا نذنب ولكن الخير كل الخير من يستغفر من يرجع إلى الله من يحمل في قلبه رجاء رحمة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله يقول الفاجر الراجل رحمة الله أقرب إلى الله عز وجل من العابد القانط من رحمة الله عز وجل والإمام عليه عليه السلام يحل هاتين هاتين المشكلتين التي يبعث إلينا الكثير من الأخ والأخوات الرسائل حولها إذا كنت أيها العزيز أيها الكريمة لديك ذنوب لديك معاصي يقول الإمام عليه عليه السلام عجبت لمن يقنط من رحمة الله ومعه الاستغفار أن تقانط من الإجابة لماذا تقول أني الله ما يستجيب لي لدي الكثير من الذنوب المعاصي والله سبحانه وتعالى معرض عن الاستجابة لي لأن أنا لدي ذنوب لا تقنط من رحمة الله عجبت الإمام عليه السلام يتعجب يستغرب يقول لديك ذنوب وإذا كان لديك ذنوب لا يعني لديك كذلك الممحات وهو الاستغفار لا تقنط من رحمة الله ولديك الاستغفار أعجب من عندك كذلك مسألة يعني أن تيأس لكثرة ما لديك من المعاصي فقال الإمام عليه عليه السلام لا تيأس لذنبك وباب التوبة مفتوح لو لم يكن هناك موجود استغفار ولو لم يكن هناك موجود باب للتوبة مفتوح نعم عليك أن تقنط وعليك أن تيأس من رحمة الله لأنك تذنب ولا يوجد حل لنفي هذه الذنوب لمحوي هذه الذنوب كي يستجيب الله سبحانه وتعالى لك بعد ذلك ولكن لديك بابان مفتوحان على رحمة الله الاستغفار والتوبة الإمام عليه السلام يستغرب يقول لا تقنط ومعك الاستغفار لا تيأس وباب التوبة مفتوح رجاء استمع رجاء استمعي الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اقرأ لكم المصدر والمصدر هو موجود في كتاب البحار الجزء الأول صفحة 77 الحديث 211 رجاء استمع في الحديث القدسي يقول الله عز وجل أهل طاعتي في ضيافتي وأهل شكري في زيادتي وأهل ذكري في نعمتي رجاء استمعوا قبل أياديكم ثم يقول الله وأهل معصيتي لا ويسأهم من رحمتي أهل المعصية لا أجعلهم ييأسهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن دعوا فأنا مجيبهم فلان 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 قاهر قلبك ومنزعج وضايج ليش والله إنسانه والله فلان عاصي الله عز وجل شون الله يستجيب له والتشك ربما عند عمل صالح من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فيستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء ثانيا العاصي أين يذهب أين يذهب إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يلجئه ولا يستجيب له ولا ينظر إليه أين يفر وهذا وحديث الله عز وجل نصا يقول وأهل معصيتي لا أجعلهم ييأسون من رحمتي لا أويأسهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن دعوا فأنا مجيبهم هستما منطي من جيبك أنا أريد أن أعطيهم هؤلاء أين يذهبون كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى يا موسى عندما قال له موسى عليه السلام يا إله العاصين قال لبيك 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 قال يا رب لماذا قلت يا إله العاصين تقول ثلاث مرات لبيك قال هؤلاء العصات أين يذهبون بل إن النبي صلى الله عليه وآله ادخر شفاعته لأهل الكبائر شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة فقالوا يا رسول الله والمؤمنون قال أما المؤمن فليس عليه السبيل هذا إنسان الحمد لله والشكر لديه حسنات لديه أعمال صالحة وشفاعة مضمونة إلى ولكن الشفاعة الكبرى لهؤلاء العاصين كلامنا لا يعني أبدا بأن الإنسان يتجرع على معصية الله بأن يغفل عن الاستغفار بأن لا يدخل إلى باب التوبة كلامنا في مسألة القنوط يا أخي لا تقنط إن القنوط من رحمة الله من الكبائر من الكبائر من الكبائر عرفنا الآن ورجاء رجاء رجاء يعني الإمام الباقر عليه السلام قد أرسل برسالة لجميع المبلغين جاء فلان وقال له يا ابن رسول الله وريد أن أبلغ في المنطقة الفلانية قال له اذهب ولكن إياك أن تقنط الناس من رحمة الله وهذه رسالة هادئة للكثير من المبلغين لا تجعل الناس يقنطون من رحمة الله الإمام الباقر يحذرك ويحذر كل شخص يعني يتصدى للدعوة إياك أن تقنط الناس من رحمة الله اسجد بين يدي الأختس الغسل التوبة هذه القاعدة عند العلماء اختس الغسل التوبة ثم بعد ذلك استغفر ربك وكفى بالندم توبة وتكون في رحمة الله ويستجيب الله لدعائك برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام